مرحبا بكم أعزائي ومتابعين قرانة تيك باك وياكم مختلف عراقي وحلقتنا اليوم على أفضل خمس هواتف اختارتها لتناسب لعبة بوب جي والكل دائما يسأل بالتعليقات هل هذا الهاتف يشتغل مع البوب جي لشين مواصفاته فأنا بناء على طلب المتابعين وأيضا شفت أكثر من التعليقات حول هذا الموضوع حبيت أجمع خمس تليفونات متوسطة حسب السعر وحسب المعالج متوسط وراح تعطيك أداء متوسط للعبة حتى إنه إذا تتفكر في شراء فلاكشب من أجل لعبة بوب جي فهذا الشيء إنه ممكن يخليك إنه تعيد النظر وتشتري هاتف متوسط ويكفي هاشتك وأيضا يعطيك تجربة ألعاب مثل البوب جي فاليوم هذه الهواتف ويانة راح اختارتها من كل شركة متنوعة وبناء على نوع المعالج وتجربة المستخدمين على هذه الهواتف وأيضا تقييمات التقنية وتقييمات المواقع الأجنبية على مسألة لعبة البوب جي حسب المعالج وبطاقة الجرافيك فراح نبدي مع أول هاتف ويانة من شركة أوبو وهو راح يكون هو F9 الأخير F9 أو F9 من أوبو يعطيك تجربة أداء جدا رائعة مع وجود المعالج من MediaTek P60 واللي يكون مصنوع بتقنية 12 نانو متر على استهلاك للطاقة أقل وسرعة بالنسبة المعالج بالإضافة إلى الشغلة الثانية أنه مسألة البطارية البطارية 3500 مليا آب مدعمة بشحن سريع فهذه الأمور الأساسية اللي يدور عليها المستخدم حول تجربة الألعاب بالهاتف الهاتف الثاني ويانة راح يكون من شركة أونر الشركة أونر قدمتنا هاتف جدا رائع ومتميز مخصص للألعاب ونتمنى في عام 2017 أيضا ينزل نسخة ثانية من هذا الهاتف بمعالج جديد أو ممكن يكون 980 هذا الهاتف راح يقدم لك شاشة بحجم 6.3 إنج نعم هي IPS LCD أكن تبعين الأنوان جدا رائع مع هذه الشاشات وأيضا مع وجود معالج الذكال الصناعي وهو كيرن 970 قدم تجربة رائعة مع جميع الزت هواوي اللي نزلت أو الفلاكشيب اللي نزلت مع هذا الهاتف أيضا يكون مصنع تقنية العشرة نانو متر بالإضافة وجود 3950 ميلي آم بالناحية البطارية مع وجود الشحن السريع الهاتف الثالث في الياني راح يكون من شركة شاومي وتحديدا آخر هواتف شاومي سلسلة المي 8 لايت اللي نزلت مؤخرا وهذه السلسلة وهذا الهاتف يقدم لك تجربة جدا رائعة مع الألعاب على اعتبار وجود المعالج وأيضا يقدم لك شاشة IPS LCD 6.3 انج 6.26 انج ووجود معالج سنام دراجون اللي مصنوع بتقنية 14 نانو متر ولكن بطارة الجرافيك اللي مدعم مع هذا المعالج راح تعطيك تجربة جدا رائعة وأيضا أفضل من بقية الهواتف بمعالجات أخرى بطارية هنا 3350 ميلي آم وأيضا يدعم الشحن السريع أما الهاتف الرابع وياني وهيكون من شركة نوكيا وتحديدا نوكيا 7 بلاس هذا الهاتف قدم تجربة جدا رائعة من ناحية الكاميرات وأيضا من ناحية نوع المعالج اللي يستخدمه من سنام دراجون مع وجود نظام الأندرويد الخام فهنا راح نقدم لك شاشة IPS LCD وأيضا تكون بحجم 6 انج شاشة جدا رائعة بالإضافة إلى مسألة المعالج راح يكون من سنام دراجون 660 ومع وجود بطارية بحجم 3800 ميلي آم مع وجود الشحن السريع هاتف الخامس والأخير هو من شركة سامسونج وهو تحديدا جالكسي A8 ستار أو A9 هذا الهاتف يقدم لك شاشة سوبر أموليد بالإضافة تكون بحجم 6.3 انج ووجود أيضا مع السنام دراجون 660 ومع وجود بطارية بسعة 3700 ميلي آم وتدعم الشحن السريع فبالنهاية هذه كانت أهم خمس هواتف قدمناها بشكل مختصر حتى ما يطول الفيديو لمسألة لعبة البوب جي وجميع هذه الهواتف تقريبا سعاره بين 300-350 أو أقل من 350 دولار وحتى أقل من 300 دولار جميع هذه الهواتف راح تظهر لكم مع كل الهاتف مراجعة خاصة فتقدر تضغط على الرابط وتلقى المراجعة أو حتى المقارنة مع الهاتف الثاني فبالنهاية إذا حبيت هذا الفيديو لا تنسى شاركة أصدقائك وتفعيل زر الجرس من الهواتف القادمة من تيك باك ترجمة نانسي قنقر